عند النظر إلى مجموعات الحيوانات المختلفة على الأرض لا يمكن أن تصبح أكثر روعة وأكثر تنوعاً بيولوجياً من الحشرات فهي أكبر مجموعة من المفصليات وأكثرها تنوعاً مع أكثر من مليون نوع من الحشرات المسمى يتم وصفها وتسنيفها واكتشاف الألاف من الأنواع الجديدة كل عام في الواقع فهي تمثل أكثر من نصف جميع الكائنات الحية المعروفة على وجه الأرض وتشمل الحشرات الشائعة مثل الخنافس والذباب والنحل والجنادب والفراشات تعالوا نركي نظرة على بعض الخصائص المميز للحشرات جميع الحشرات الناضجة لها غطاء خارجي صلب يسمى الهيكل الخارجي يوفر الهيكل الخارجي الحماية للحشرات ويمكن أن يساعد أيضاً في منع فقدان الماء وتمتلك الرأس والصدر والبطن الرأس عبارة عن أجزاء الفم وعينين وأجهزة الإحساس تسمى الهوائيات ملحقات الصدر عبارة عن ثلاثة أزواج من الأرجل المفصلية مما يجعل إجمالي ستة أرجل بعض الحشرات قادرة على الطيران ولديها زوج أو زوجان من الأجنحة التي تعلق أيضاً بالصدر حيث توجد عمليات مثل عملية الهضم والتكاثر وإزهارة النفايات الحشرات اللاذع مثل الدبابير والنحل كما توجد الأعضاء اللاذع في البطن في دورة حياة معظم الحشرات لا يشبه الصغار ولديهم لأن الصغار ينمون وينضجون ويخضعون لتغيرات في الجسم على شكل عملية تعرف باسم التحول مع نمو الحشرات الصغيرة فإنها عادة ما تمر عبر سلسلة من الشعير حيث تتخلص من هيكلها الخارجي وتشكل واحداً جديداً بينما تستمر الحشرات في التكاثر وتستمر دورة حياتها حمل الطالب بسام صالح مهدي يحيا إشراف أستاذ مالك ميليباري ثانوية معاذ بن جبل إن شاء الله أنكم استفدتم